اشتركوا في القناة ووزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند والوفد المرافق مشيدا بالعلاقات المتميزة والشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وأكد معالي الوزير على أهمية الجهود المشتركة والهدفة إلى تحقيق الأمن الإقليمي ووضع آليات فاعلة لمواجهة التحديات الأمنية منوها في هذا الشأن إلى تبادل الزيارات والخبرات والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير التعاون الأمني وتحقيق الأهداف المشتركة وأشد معالي الوزير بمساهمة الجالية الهندية في بداية نشأة شرطة البحرين والدور الكبير الذي قاموا به في هذا المجال لفتا إلى أن الشعبين البحريني والهندي يمثلان حضارات تاريخية عريقة قائمة على الانفتاح واحترام الآخر من جهته أعرب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجي الهندي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والمبنية على المحبة والسلام ومعربا عن خالص شكره وتقديره على ما تلقاه الجالية الهندية في البحرين من رعاية واهتمام وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنية القائمة بين البلدين الصديقين وبحث تفعيل الاتفاقية المشتركة التي تهدف إلى رفع أداء الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني في مجالات الأمن الإلكتروني وتبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة الجدير بالذكر أن معالي وزير الداخلية كان قد قام بزيارة إلى جمهورية الهند الصديقة في ديسمبر من عام 2015 جرى خلالها توقيع اتفاقية لتعاون بين البلدين في عدد من المجالات الأمنية